أنا حابة أبدأ الحوار وهيسألك سؤال من اللي أنا بشوفه بيتسئل ما بين الشباب أو بتبقى conversation ما بين الشباب إنه بيقولك مثلا أنا باخد نوع معين من المخدرات بس أنا مش مدمن أنا بمزاجي أنا اللي بقول أنا إمتى هتعطى المخدر ده وإمتى هل في الحالة دي وفيه شباب كتير جدا على فكرة بيتعطوا المخدرات ومش مقتنعين إنه هم مدمنين عشان شايفين إنه هم بيعملوا كده بمزاجهم لما هم يبقوا عايزين هل في الحالة دي الشخص ده يبقى مدمن؟ ولا ما يتقلش عليه مدمن؟ بص عايزة أقول لحضرتك حاجة ما فيش واحد بيقول عن نفسه مدمن الشخص دايماً بيحس إنه هو اللي بيعمله محدش حاسس به في حين إنه كل الناس حاسه وكل الناس عارفة إنه بيتعطى إلا هو فهو فقد الإحساس بالله حواليه معتقد أنه محدش يعرف محدش واخد باله لكن النتيجة الفعلية هي أنه كل الناس واخد بالها كل الناس عارفت أنه هو بيتعاطى حاجة غير تقليدية بتنعكس على تصرفاته لكن هو مش حاسس ذلك أنا عايز بس على الانترو بتاع حضرك جميل جدا أنا عايز أقول أن الدولة بتحارب المخدرات وبتعالج الإدمان الدولة بتحاربش الإدمان الدولة بتعالج الإدمان لأن المدمن ليس بمجرم ولكنه مريض والإدمان مرض عقلي فالدولة بتساعد على علاج الإدمان والقضاء عليه من خلال محاربة المخدرات ومعالجة المتعاطي المخدرات بقت مشكلة بين الشباب نحن نعالج فعلا يا دكتور الإدمان بس ما هو إحنا بنشوف أن المدمنين في الآخر بيتحولوا لمجرمين زي يعني أشهر مثالة وآخر حاجة يعني إحنا كلنا شفناها سفاح التجمع طب ما هو مدمن واتقلب لأ مش مجرم بقى لأ ده سفاح برضو لأ وافقك الرأي على أن المدمن يساوي مجرم لا مش شرط طبعا مش شرط المدمن شخص ما أنا أقول لي كهو الطب بيقول ليه بقى المدمن شخص مريض والإدمان مرض عقلي وليس بمجرم لكن لكن الظروف مع نوعية التعاطي مع المواقف اللي هو فيها مع المادة اللي هو بي تعطاها هتدي له رد فعل قد يؤدي إلى أنه الشيئة الحد ممكن يموت نفسه فإذا قد يرتكب الجريمة واختبار حضرتك فإذا لازم نقول المدمن شخص يحتاج علاج يحتاج مساعدة يحتاج رعاية وإلا يعني هيبقى كل واحد بي تعاطى أي حاجة ده يصنف كشخص مجرم ده بالعكس ده في القانون لما واحد بيبقى تقبض عليه وبي تعاطى بيعمل إيه بيحطوش سجد بيوضعه في أحدى المصاحات للعلاج طالما أنه ليس بتاجر أو مروج للمادة المخدمة طبعا بإني كنت لسه جايب أسيرة سفاحة تجمع هل فعلا سفاحة تجمع طلب شهادة حضرتك وهو بيتحاكم علشان تأكد إنه هو ما كانش في وعيه بسبب المخدرات لما ارتكب كل الجرائم اللي هو ارتكبها ليس من حقي إن أنا أتكلم في هذا الموضوع لكن أنا عايز أقولك إن ارتكاب الجريمة تحت تأثير مادة مخدرة لا يعفيك من العقوبة وإلا كل واحد عايز هيئة الحد يتعاطى مادة مخدرة ويروح يرتكبها آه بس هل في فعلا أنواع مخدرات ممكن الواحد ياخدها تغيب عقله تماما لدرجة إنه ممكن يقتل وهو مش حاسس يعني هل في مخدرات كده أصلا تعالي بقى نتكلم على حاجة بتعمل كده آه من المخدرات المستحدثة هي مادة المتانفيتامين ده المادة العلمية اللي هما بيسموها دلوقتي شابو أو آيس أو كريستل شابو أو آيس أو كريستل ده ثلاث أسماء توجارية غير موجودة في الطب أنا في أنا في أسماء شابو أو آيس أو كريستل آه دي أسماء توجارية لسهولة الترويج والبيع وبتختلف من بلد بلد في لها مثالين دايوكسي متانفيتامين حاجة كده سعر؟ واسم طويل جدا متانفيتامين آه المتانفيتامين دي المادة العلمية فأنا مش هاجئة بقى لك أقول لك تعالي خد متانفيتامين دايوكسي متانفيتامين مفيش هاسمع كده لكن لما جي أقول لك آيس حلوة وسهلة آه وسهل إنها تتعرف وتتداول بين الشباب كريستل آآ شابو كل دي مراضفات لأسماء لمادة واحدة آآ فدي حاجات تجارية لترويج المادة طيب مادة الآيس أو الشابو أو الكريستل أنا في حياتي خلال خبرتي لم أرى مادة يمكن إدمنها والجري وراها من أول مرة زي الشابو أو الآيس أو الكريستل الولد بعد ما بيطعطها بيلزق فيها يبتدي يجري وراها درجة إدمانه عالية جدا فدرجة إدمان هذه المادة درجة عالية جدا وده شيء بحذر منه الشباب إن ما تحاولش تجرب لأن تجربة هذه المادة غير محسوبة يعني ينفى أن الواحد يدمنها من لو جرب مرة واحدة يدمنها؟ بالضبط ونتيجها هيجري وراها ونتيجها هيؤدي إلى إدمانها ونتيجها مش كويسة مادة الشابو أو الآيس أو الكريستل بتعمل إيه لما الواحد يأخذها؟ أولا عايز أقولك معلومة إن الآيس ده مادة منبهة اللي هي الكريستل أو الشابو مادة منبهة وليست مخدرة منبهة تعمل نفس تأثير الكوكايين لكن والإتنين من نفس السعر اتنين غالين جدا لكن تعالي نفكر ليه الشابو انتشر أكتر بين الشباب عن الكوكايين يعني هو نفس السعر لأن الكوكايين المتعاطي هيخده 3-4 جرام لوحده عشان يصل لمرحلة معينة بالنسبة للشابو أو الآيس أو الكريستل لا ده هو هيجيب الجرام هو وعشرة معاه وهيقسمه الفلوس على بعض وكل واحدة هيخدله شدة أو نفس ويتقلب وده بيتشرب يعني ولا ده؟ أنا هقولك بتعمل إزاي نفس ويتقلب أخذي بالكم كلمة يتقلب واللي بعده ياخد نفس تاني طيب هم بيكمش ليه؟ هم قوي جدا فما بياخدش أكتر من نفسين منها ويروح مقلوب خلاص تشبع يجي اللي بعده إذن فوانج واحد جرام من الكوكاين وصاد واحد جرام من الشابو كوكاين هيدمر لي فرد بأسرة الشابو هيدمر لي عشر أفراد بعشر أسر شوفي خطورته قد إيه؟ منتشر قوي يا دكتور ما بين الشاب والآيس والحضرات تتكلم عليه؟ ما بقول لحضراتك سبب انتشاره شدته مقدرش أخد أكتر من شدتين فشديد فبالتالي هبصيها للجنبي فإذا السعر تقسم علينا فضمر أفراد أكتر وأسر أكتر طب هو بيتعطاها إزاي؟ ودي حاجة لازم الأهل يعرفوها علشان لو لقوا الأدوات دي عندهم يعرفوا إن ابنهم بيتعطل الخطورة بتاعتها صح يعني هيلاقي زي البايب كده بس إزاز حاجة إزاز كده وهيلاقي بيحط فيها المادة وبعدين يولع فيها ويسحب الدخان منها زي بايب إزاز هي مخصوص بتتبع للحاجات دي ويبتدي يستعملها أو الشيشة إزاز صغيرة قد كده هيلاقيها موجودة في القط أو في مكتب أو في الدولاب أو في البايب الإزاز الحاجات دي كلها لازم تخليهم يشوفوا في حاجة غلط إضافة إلى بعض المظاهر اللي لازم الأسرة تاخد بالها منها في أولادها أولاً اللي هيتعطى الشاب أو الآيس هيقعد يومين تلاتة مش عارفينين صاحي مش عارفينين صاحي ومش تعبان حتى لأنه بيفقد القدرة على النوم دي نمرة واحدة نمرة اتنين مش عارف يأكل ما بيأكلش لأنه بيفقد الشهية وبيسد نفسه عن تعاطي الطعام وبالتالي بيفقد الشهية إلى الأكل وبالتالي بيفقد وزنه وبالتالي بيبقى شخص مرهق وسواد تحت عينيه وصاحي بقاله ثلاثة أيام وما بيأكلش ضيف إلى ذلك لو جبتي واحد طبيعي وأعطيه ثلاثة أيام ما يأكلش وبالتالي ما ينامش ده هيجنة هيبع عصبي تخالي بقى واحد ما بينامش زائد إنه بيأخد مادة منبهة فإذا العصبية أصبحت مضافة مش كده وبس ده بيعمل طاقة وقوة بدنية وإحساس بالقوة التي لم يعتادوا عليها الجسد إنت لما تبي واقفة ويجي حد يخضك ممكن تنطي من هنا لهنا وإنت في الوقت الطبيعة تعرفيش تعابليها فتيجي تبصي عملتها إزاي عملتها لأن المخ خرج مواد إداتك طاقة في لحظة معينة نتيجة حاجة من الخارج إدى التأثير فرح أفرز هذه المادة فرح تنطب عند الترابيز من هنا لغاية أخر الترابيز من هنا وبعدين تقعد تفكري أنا عملت كده إزاي ده اللي بيحصل بالزبط إنه بياخد هذه الطاقة لكن مش في لحظة صغيرة لفترة طويلة طول ما المادة شجاية لها تب عايزة أسأل حضرتك على نوع تاني إذن إذن طول ما المادة شغالة في الجسم أصبح هناك قوة بدنية مش قوة بدنية بس بقى وفصلنا الدماغ على الأقل أنت القوة البدنية اللي جاتلك أنت قدرت تبصي ونطيتي من هنا إلى هنا عشان تتجنبي الإزاز ده نتيجة الخوف لا، ده هيبقى عنده طاقة بدنية قوية جداً وما عندهش مخ لم يفصل مخ فبيخلي الجسم بالعقل وبالتالي بيحاول يفرغ الطاقة دي ياما ممكن ينطب البلكونة فاكراً أنه هو هيفرغها في أنه ينطب دول الرابعة في هيموت أو يخبط اللي قدامه يب إيده يبعصايا يبسكينها ويحصل كارثة يعني في تلك الأحوال وتعدي إلى الجرايم زي ما ساعدتك تفضلتي وقلتي على حكاية الإسماعيلية أو التجمع الجرايم اللي هما دعونيوها نتيجة الإحساس بطاقة مع عدم وجود أي كنترول من المخ على جسمهم زي بيحصل ارتفاع جامد في الضغط لو في أي جزء ضعيف في أي شريان في المخ أو في الجسم هيحصل نزيف داخلي ويعدي الرفاة دقات القلب بزيد جدا لو في أي مشكلة في القلب القلب هيتوقف فإذا مشاكله كتير جدا 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 والحاجة اللي زادت كمان دعنا عايزة أسأل حضرتك كمان على حفلات الهالوين في الفترة اللي فاتت شفنا حفلات خبط كتيرة جدا ومعروف طبعا إن في حفلات الخبط الشباب بتاخد الحبوب أو البلز يعني في اللغة الشبابية بيقولك بلات أو البلز هل البلز برضو ليها نفس التأثير للشاب والأيس اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه دلوقتي؟ لا البلز بطبعنا حاجة تانية فقط بس كملك في حاجة علشان بقى فنها بالنسبة أنا بس عشان حبة بس عشان عندي أسئلة كتيرة فأنا عايزة أنقل إنهم مخدرات تانية علشان أستاذ المشاهدين يقدروا يستفيدوا بأكتر قدر من المعلومات بس كملك على الشاب والدي نقطة مهمة طيب بتفضل انتشار الشاب ونتيجة تصنيعه محليا تصنيعه محليا أصبح شيء في منتهى الخطورة لأن الشابو اللي متصنع برا خطورته لو وزنناها بمية الشابو اللي متصنع محليا خطورته هتبعى ستمية مية للمادة وخمسمية إضافيين نتيجة المواد والحاجات الكيموية الغير محسوبة اللي بيدفوها فإذاً دي حاجة في منتهى الخطورة أرد عليك على السؤال التاني بتاع البيلز انتشرت قوي في الحفلات أتلاقي فيه ناس بيتبيع القراص دي للشباب وهم داخلين الحفلة انت حقيقة؟ ليه؟ مش كادة بس ده فيها نوع تاني أقولك عليها كده ليه؟ لأن الشاب عنده معلومة سابقة من أصدقائه إن يعني أنا هاخدها هبتدي بقى تنطط ورقص زايد بعنف ومبسوط وهنتعش وهبتدي تحرك براحتي زايد إن هيسمع المزيكة مضاعفة صوتها بيبعالي جداً هي دايماً بتبعى مربوطة بنوع مزيكة كمان معين اللي هي الأغاني التكنو أو أغاني الخط زي ما الشباب بتطلق عليها الميكس ده يا دكتور ما بين الأغاني دي أو نوعية المزيكة دي ونوع المخدرات ده إيه اللينك اللي موجود؟ يعني شمعنا لما الشباب بتاخد البلات بتبقي يعني مثلاً مش هينفع ياخد البلات ويسمع عمر دياب لأ هم دايماً بيسمعوا المزيكة دي شمعنا؟ بصي هي مش مربوطة بالمزيكة دياب هو الزبون ده بيروح للمزيكة دي واخذ ذلك والزبون ده مش هروح يسمع مكالسوم ما هو رايح رايح ديسكو مش هروح يسمع مكالسوم هناك فبالتالي هيسمع نوع معين من الموسيقى لما بياخد الحاجات دي بتزود حاسة السمع وتأثيرها عليه أكتر وبتديله نوع من أنواع النشوة الكاذبة والقوة الغير الغير محسوسة والتنطيط بس لها أعراض في منطقة الخطورة أنه ممكن تكون نوع من أنواع التشنج ممكن تعمل نوع من أنواع خلي بالك كل اللي بياخدوها كمان بتضيع لهم الزاكرة القريبة يعني الزاكرة القريبة اللي هما فيها دي بتبقى ممحية فانت عندك زاكرة قديمة هيبضل فاكرة والزاكرة القريبة بتبتدي تضيها ده خطر جدا طبعا لا ده بتادوا يعملوا حاجة كمان بتادوا يبقى فيه نوع أنواع تانية يجي واحدة بتشرف في الدرينك بتاعها يحط لها فيها حاجة الحاجة دية من غير ذكر أسماء بتخلي البنت مصيرة وليست مخيرة طب ليه من غير ذكر أسماء إحنا عايزين نستفيد ونعرف معلش عشان محدش يجري وراها بس بتخلي البنت مصيرة وغير مخيرة دي نمرة واحدة نمرة اتنين ده الجي أم؟ نمرة اتنين الجي أم فإذاً واحدة مصيرة تعمل هو عايزه تنسى كل حاجة آآ آآ وبالتالي ممكن أن هي يرتكب أي شيء هو عايزه هنا بقى دائما بننصحهم بالقاتل ثواني بس يعني مش قصدي قطع حضرتك بس أعتقد أن نوع المخدرات ده ومش متأكدة من كلامي بس أنا سمعت لأن ده ما تقلش في التحقيق وما تقلش بعد كده في وسائل الإعلام إن حادثة الفيرمونت كان نوع المخدر ده اللي تحط للبنت يعني ده اللي أنا سمعته يعني أنا من هنا أصلاً عرفت نوع المخدر ده علشان ساعتها الناس كلها عادت تقول البنات يا جماعة تاخد بالها في حاجة دلوقتي هو الاسم اللي تركيه غلط على فكرة الاسم غلط مش صحيح الايه؟ طب اسمه ايه؟ معنا مش دكتور عشان بعرف أم هلقولك غلط لأ هم حادش قال لي أنا اللي عارفاه طب هو اسمه ايه؟ لا مش هقولك طب ليه مش هتقول دي معلومة طبية لا مفيش ده يقوله علشان ما حادش بتديجر وراه النقطة المهمة النقطة المهمة إن المادة ديت المادة في المطال الخطورة نحمي أولادنا ازاي؟ أو نقولهم ايه؟ ما تسيبش الدرينك بتاعك حط إيدك على الجلاس بتاعك ما تسيووش خليك مسكوا في إيدك لأن دي نقطة من النقطة ابتدت تزيد وبقى يبقى فيه في الأماكن برضو تلاقي حاجات بياخدوها نص الولد بقى كل لابس دي يعني رخوة عفى الأرض بقى هو يمعملوا ايه؟ يركنوا على جنب ويسيبوا وهو بيقعى في الأرض بيفقد الإحساس تماما كانوا واحد مغمى عليه وهو بيسيبوه تلت ساعة وعارفينه إنه هيفوق بعد تلت ساعة وتلاقي ثلاثة أربعة متكوابين جاب ببعض وبعد كده يبتدوا يفوقوا وينسوا إيه اللي حصل الموضوات يا جماعة ده اللي بيبواخدين البلز بيبواخدين البلز وبتوزع عليهم نوع من أنواع البلز معينة وبتعمل هذا الإحساس ودي حاجة فيه وامتهى الخطورة انتشار المواد المخدرة إحنا عندنا مشكلة إن إحنا عندنا عجز في الوعي عشان كده بنامك زي بتاع حضرتك مهم جدا إن الناس تسمع وتتعلم ثقافة المخدرات مهم إن إحنا نعرفها للشباب عجز في الوعي دي يعني كلمة جملة كبيرة بتحمل معاني كتير بمعنى؟ يعني إن إحنا فعلا عندنا مشكلة إن إحنا بنا وبنبعض لو قاعدين قاعدة صحاب بنبقى عارفين إن فلان وفلان وفلان ممكن يبقوا بيطاعات ومخدرات بنبقى عارفين إن في الحفلات اللي أولادنا رايحينها عارفين إن وارد إن ممكن يبقى فيه مخدرات بس بنقنع نفسنا بنقول إيه؟ لأ بس هما ما بيعملوش كده فبحس إن أكبر مشكلة عندنا إن إحنا عارفين بس عاملين نفسنا مش عارفين وبننكر لا ده مش عدم وعي ده إنكار ودي موجودة تيجي الست تقول الأم بالزادة لا يا دكتور نبيل ابني ما بياخدش مخدرات ده أنا عايش حياتي عشانه ده أنا على طول معاه ده أنا ما بيسيبوش والولد بياخد وعنده كل الأعراض لكن هي عندها إنكار هي مش شايفة أصلاً الأعراض مش قدرة تصدق مش قدرة تصدق بتنكر الواقع وده غلط بتنكر الواقع وأخته تقول لها يا مامي ده بتياخد كذا وكذا تقول لها لا لا ما تكلميش كده على أخوكي فده نوع من النوع الإنكار عدم الوعي إن ما يبقاش فاهم إيه الأعراض اللي هو شايفها دي أو يربطها بتعاطي المخدر أصلي بياخد هيروين له أعراض معينة والأفيون واللي بياخد حشيش له أعراض أخرى واللي بياخد ألكول له أعراض واللي بياخد الشابو أو الآيساب كريستان له أعراض فلازم المجتمع يعرف إيه هي الأعراض يعني بياخد هيروين مثلا اللي هي المواد الأفيونية هيروين أو أفيون أو ترامدول كل دول زي بعض أولاً تلاقي الشخص دوت نايم على نفسه لو الجرعة مظبوطة هيبقعت زي كده لو علّى شوية هتلاقيه سقط ورسه وقت على صدره ونام نام لكن سامع كل اللي بيحصل حواليه وده أنا شغالة هيلاقي إن ما بيأكلش كويس بس ده ممكن يحصل إن لو واحد لسه بيبتدي في الهيروين يعني هو لسه ما مش مود من قديم هيحصل له برضو نفس الأعراض دي؟ بصي الشخص اللي بيبتدي في تعاطي مادة الهيروين هيبتدي يحس بنشوة في الأول ويبتدي أصحابك إزاي؟ أنت لما أن أنا حسسك الأول بنشوة وبعدين يبتدي يعمل حاجة اسمها الحياة الإفتراضية اللي هو نفسه فيها بقى يعملها في دماغه ويعيش فيها ويغمض عينه وراسه تقع على صدره ويبتدي يفكر في الحاجات اللي هو نفسه فيها وكأنه عايش جواها virtual environment وبالتالي بعد كده يفوق لكن هو سامعكم لو كلمتوا هيقول لكم يكمل معكم الحديث بعدها فعشان كده تلاقيه دايما ينام كتير يصحى على الساعة 5-6 بعد الظهر هو نام الساعة 6 الصبح ما بيأكلش شاهيته ليلة يجذب كذب احترافي سجير كتير جدا شاي كتير جدا كثرت الحوادث وجود أدوات التعاطي زي لمونة في المكتب أو في الدولاب في الدولاب ده مش مكانها ده مكانها المطبخ أو التلاجة لأن المادة الهيروين ما بتدوبش في المياه لازل تبقى المياه حموضية فيبتدي إن هو يجيب المياه ويقصر عليها لمون ويحط عليها البودرة ويدوبها فيها ومن ذكاءه بيفتكر إن فيها ميكروبات يولع تحتها ولعها يبقى كده موت الميكروبات يبقى أسكى أكتر شوية فيها شواب يحطط قطنة ويسحبها بسرنجة عشان القطنة ما يعني عدفالتر الشواب كل ده كلام فارغ وبالتالي وجود الأدوات دي أو فلوس مبرومة عشان يستعملها في شد المادة من خلال الأنف كل الأدوات اللي أنا قلتها دي أو سرنجة سرنجة في الحمام تم إليف الحمام تم إليف العربية وعادة كلهم بيرموها من شباك الحمام كل حاجات دي لازم الأمهات تنتبه ده الوعي بقى اللي بقول لحضرتك عليه ده الوعي أن دور نحنا كده كترة ودور الإعلام كإعلام أن يعرف الأهل عشان ياخدوا بالهم لأن المهم جدا أن الولد يجيلي في البداية ما يجيليش في آخر المطاب بعد ما يغتص تحت خالص دي بحتاجة الوعي وأنا عشان كده كنت بس أل بس أل حضرتك سؤال إن إزاي نعرف من البداية يعني إن إحنا مش عايزين نكتشف مش عايزين الأم تكتشف بعد ما يبقى خلاص ابنها أو بنتها أدمنوا نوع المخدر اللي هم بيشربوه إحنا عايزين نلحق الموضوع من أوله من أوله خالص من نسبة مظاهر التعاطي إيه بقى إحنا شرحنا مظاهر التعاطي بالنسبة للهيروين الهيروين والأفيون دول زيها بعض يديك نفس المظاهر عشان كده يجي يقول لي أنا بطلت هيروين يا دكتور بس باخت سنة أفيون ما هي هي ما عانتش حاجة انت استبدل مظاهر التعاطي بالنسبة للشاب والأيس والكريستل دي إحنا قلناها شرحناها الأهل يعرفوا إزاي بالشدة والعنف وعدم النوم والتطول والولد بقى إليه الأدب وما كانش إليه الأدب بقى بيضرب وما كانش بيضرب بقى بيغلط في أبوه أمه وما كانش بيعمل كده كمؤدب جدا بتاع الهيروين إحنا قلنا بيبنام على نفسه وتغطيت قلب الساعة بتاعته ويعمل حوادز كتير وبقى بيجذب كتير ابتدى ان هو مهتمش بنظافته ولد كان نضيفه زي الفل بقى بيلبس التي شيرت والجينس زموعه ما يغيروش قاد في قوته يعني عزنا الأسرة ما فيش أي نوم نعنوعد الاختماعي يقعد ويافل على نفسه ويافل نور كل دي أعراض لازم ياخدوا بالهم منها الحشيش مختلف الحشيش بعض الناس تقولك مش إدمان طيب انت يا عم حكمت عليه إزاي إنه مش إدمان قالك عمرك يا دكتور نبيل شفت حد مات من جرعة حشيش؟ أقوله لا بس ثانية واحدة الحشيش لو جرعة عالية ما تموتش؟ لا ما أنا هقولك هقوله لا ما بتاع الهيروين بياخدوا الحقنة بيموتوا الحقنة في إيده ما بتاع حشيش مش هياخد السجارة هيموت مش هيحصل بس لو شرب كذا سجارة بقى ورا بعد مش ده ممكن يبحشيش أوفردوز ولا مفيش حاجة شما كده؟ انت لو شربت مية كتير هيجيلك تسمم من مية احنا ما نتكلمش على الأوبر اه مية لو شربتها فيها عندنا في الطب حاجة اسمها تسمم من مية اه طبعا فأي حاجة زيادة هيجيلك تسمم حتى الأسبرين لو خطي زيادة هيجيلك تسمم فإذا مش هنخش في الحيطة دي عشان ما نجدلهمش فقوله لا طيب هل الحشيش هيروح بقى قعد أجري ورا التاجر وبتاعه كلام من ده؟ ما بقعد أجري وراه ماشي هل أنا لو مخدتش أو ظهرش في جسمي واعد أفرق واعد أجري ويجيلي مغص وقيق ويسل اللي هي الأعراض المسحابية مش كده نرجع نقول للمخدرات اللي هي الأفيانية لما يجي معاد الجرعة الولد هحس بأعراض بتقوله معاد الجهة أنا عايز جرعيتي ايه الأعراض بقى للأم تشوفها؟ مغص قيق اسهال دموع عطس مستمر عطس مستمر عطس مستمر ودايما لما تسأله ما لك يقولك أصلي عندي برد أصلي عندي برد ويبتدي يخس بأن جسمه مدغدغ ألام في الظهر في المفاصل في العضلات خصوصا في أسفل الظهر والركب يجري عشان ياخدوا الجرعة شوفي بقى أول ما ياخدوا الجرعة الأعراض يتكتفي تماما طب ده دي أكبر علامة للأمة أساسا أنه هو الزيب على كويس يوم يزود لنص ميش كويس بعد كده بيجيله أرامة على أنسحابي بقى بيزود الجرام وهكذا إلى أن يزود الجرعة لتلافي الأعراض الانسحابية فيتوقف القلب ونتوسع هو هنا لا يقصد الانتحار هو يقصد أنه يقلل الأعراض الانسحابية هو مش عايز يتعب فهو بيحاول يتخلص من طب حابة رجع تاني بقى للحشيش الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه أنه هو مش إدمان الناس بتقول مش إدمان هل هو فعلا مش إدمان؟ الحشيش يجي يقولك طيب منين بقى كده ومنين بتقول عليه إدمان يا دكتور نبيل يا جماعة الحشيش أولا اللي موجود كله مخلوط تعالى نتفق الاتفاق ده نحط القاعدة طبعا مفيش حشيش صافي موجود كل اللي في السوق مخلوط طبعا طيب تعالى نتفق أنك أنت لما بتشرب سجارة حشيش بتتخزن في الدهن بتاعك لما بكرة تشرب السجارة التانية هتتخزن فوق الأولانية والثالثة فوقيها طيب أنت بتقيس إنك مش بود من لأنك أنت لها تقعد ترفص ولا هيجي لك بغص ولا هيجي لك إسهال ولا هيجي لك قيء اللي هي الإعراض الإنسحابية بتاعت إيه؟ بتاعة الهروين والأفيون بتاعة الحشيش موجودش كده؟ بيعمل إيه؟ الحشيش له أعراض تانية خالص إنسحابية اللي هي إيه؟ مزاجي معكر متدايق مش عارف أتعامل مع الناس مش مبسوط مش عارف أتفعل مع الحوالية مش عارف أشتغل مش طايق نفسي أول ما خبت السجارة بتاعة الحشيش بقت زي الفل بقت زي الفل إذن هنا بقى اختلف نوع الأعراض اللي هم بيقارنوها بأعراض المواد المخدرة وهذا خطأ يوم الاتنين إدمان بس دي أعراض أقل أكيد من وحتى في أعراض الإنسحاب يعني الحرارات بتقولوا أكيد ما يجيش حاجة جنب أعراض الإنسحاب لواحد كان موت من هروين أو كوكاين أو أفيون أو أياً كان بقى أنواع المخدرات التانية بصي عايزة أقول الكلمة أقل وأكتر دي أنا لا أوافق عليها شخصياً ليه؟ لأن بيروح العيان قال إيه؟ طب خلاص الدكتور نبيل قال بقى الحشيش أعراضه أعلم الهروين أن هقلب حشيش مفيش حاجة معين كده أكيد كلها مخطرات وكلها إدمان أكيد أكيد يا باخد يا ما باخدش ما باخدش يبقى أنا صح باخد يبقى أنا غلط سواء باخد الكتيل أو الخفيف أو منوجة نظره متأسيماً لم أفهمش فيها دي بس أعتقد أن كده أسهل نوع مخدر ممكن الواحد يتعالج من إدمانه الحشيش صح؟ لا أوافق لا ليه ليه أولاً المعلومة دي غلط لأن الحشيش حشيش إحنا بقينا نشوف حالات أقولك بيعمل إيه؟ أولاً حشيش بيقلب السكر جداً أنت عندك كل اللي بيحشش بيأكل حاجة حلوة بعدها ليه بيأكل حاجة حلوة بعدها؟ لازم يأكل حاجة حلوة ده لازم ليه؟ لأن السكر بيوطى والسكر لوتي على النسبة وعينة لعينة هيموت الشخص هيموت فدايماً لما السكر بيوطى المخ بيتجنن ويقول وينشط مركز الأكل والجوع فيبتدي عنده نهم للأكل ياخد حاجة مسكرة ومعوض نسبة السكر اللي منقصت عنده فده السبب أن هم بيأكلوا بعد ما يحششوا لكن الحشيش بقينا نشوف حالات نتيجة الحشيش اللي موجود يبتدي يحس أن الناس بتتكلم عليه وهم بتكلموش عليه ولا حاجة لكن هو عنده الإحساس الناس بتتكلم علي اتنين بتتكلموا على بعض اللي بتتكلموا علي وبعدين لما يغطس شوية أكتر يحس والعرضة هتلاقي ناس عارفينها وحسينها في أولادهم بس مش فاهمين يبتدي يحس أن أشك في أقرب الناس إلي يشك في أقرب حد مراته بنته أمه يشك يشك فعلا ويبتدي يتخيل قصص مش موجودة وبعدين لما يغطس أكتر يبتدي يحس أن الناس بترقبوا الناس بترقبوا بالماشيين ورايا ده الموساد بيرقبني السي اي اي بيعبني المخابرات الأمريكية بترقبني المخابرات الإنجلزية بترقبني ده حاطين شريحة في جسمي وبيتابعوني على الساتيلايت ده حقيقة فعلا بيحسوا بهذا ويصدقوه أمش عايز أحكيلك أمثلة أنا شفتها واحد وهو مراته وجاي وست فاضلة وجاي مشكلته إن هو مراته اتجوزت عليه هو مقتنع بكده ده بيثبتلي بيثبتلي إن هك جوزت عليه إنه بيعريني فيديو فرح عريس وعروسة والمغنين بيغنوا واحدة لبسة طرحة مش مراته ده بيشرب حشيش بس ده أجل بيشرب حاجات تانية لا الحشيش ده حشيش بس أيها فنم ما قمتلك الحشيش ابتدى يعمل ضلالات وهلاوس فابتدى يتأكد قال لي بص دي لابسة فستال فرح والطرحة والست قاعدة طبعا بتعملي كده يعني عايز أقولك الموضوع جد خطير مش عايزين نقول حاجة إن خطل من حاجة هي حاجة مختلفة عن حاجة كل نوع له طريقته والأعراض اللي تظهر على الشخص طب في أحد الإعلاميين طالع من فترة وكان بيطالب بتقنين الحشيش في مصر كنوع من المسكن مسكن للألام ويمكن حتى يعني بمناسبة نسعد الصغير قبل كده لما لقوا معايت رمضول قالك إن هو الدكتور كتبه له عشان عنده روباط صليبي فإيه رأيك في الكلام ده؟ إيه رأيك الأول في فكرة إن الحشيش مقنن عندنا في مصر بحجة إنه بيسكن الألام أو بيستخدم كمسكن؟ أولاً هذه معلومة طبية خاطئة الحشيش ليس بمسكن إطلاقاً إطلاقاً قولاً واحداً إطلاقاً بأول نقطة قال نحط حتيها مية خط ونقف البند إن هو مسكن للألم إيه بقى اللي مسكن للألم؟ الترامدول الترامدول ده مسكن بقى فعلاً ويجي العيان يقول يقول تاخد يقول لي منشط الترامدول ليس بمنشط الترامدول مسكن قوي جداً للألم ويرقى إلى درجة أن يكون مخدراً يرقى إلى هذه الدرجة طب هو بيقول عليه منشط ليه؟ لأن الوضع الطبيعي اللي ربنا عمله إنك إنت تشتغل ثمان ساعات تتعد تجهد تقعد تريح بعدين ترجع تشتغل اللي بياخد رامدول بيشتغل ثمانية، عشرة، اثناشر، ستاشر، تمنتاشر ساعة ما يقعدش فبترجم ده إلى إن إيه منشط في حين هو مش منشط هو خبى الألم اللي هو هيتعب وخبى التعب نتيجة المجود اللي عمله فطول مدة العمل فترجمت إلى نشاط وانت عارفة دي عاملة زي إيه؟ زي ما تجيبي حصان تربيب الكرباك يجري تربيب الكرباك تاني يجري أكتر تربيب تالة يجري أكتر وأكتر ربيب رابع هيوبك ورغم إنه هو مسكن ويرقى إلى درجة المخدر هقولك على أعراض الناس هتعرفها ابتدينا نشوف ناس بيجي لها تشنج من الترامدول ودائما عين لما يجي لي أقوله حصل إنك إنت جالك نوبة تشنج تسعين في المية منهم بيقولوا آه طب إزاي ممكن يبقى دكتور بيكتبه كمسكن وهو ممكن يعمل تشنجات؟ مش الدكتور هو السؤال إزاي بمسكن يرقى إلى درجة إنه يخدر يعني يرقى خرج جسمك وزي أعمل تشنج لأن هم اللي بيجبوه ده مهرب والمهرب من الصين خدناه وحللناه لقينا فيه مادة هم حطينها فيه المادة ديت هدفهم إنها تعمل نوع من أنواع التنبيه علشان يمنع إساءة استخدامه بجرعات كبيرة لما ياخد جرعة كبيرة منه بيحصل نوع من أنواع التشنج نتيجة التنبيه الزاد للجهاز العصبي فهتيحصل عنده تشنج وتشنج يقول لها حديث لدرجة إنه هو بيعف الأرض ويبتدي يتشن الجامد لدرجة إنه بيخلع كتفه أي ده النسبة كبيرة يعني حوالي 55% من الحالات تشنوا من نتيجة ترمدول كتفه بيتخلع وفيه ناس بتعض لسانها هنا بقى المشكلة إن الأهل لازم يقولوا للدكتور إنه هو بيتعطى ترمدول لأنه لما هيخدوه في الإسعاف وينيلوه على المستشفى والدكتور اللي في الاستقبال هيشوفه وما يعرفش أو ما عندوش خبرة أو ما حللوش عشان يعرف فيه الترمدول ولا لأ هيدي له علاج إيه؟ صرع لأ من نفس أعراض نوبة الصرع لكن النوبة دي drug induced يعني حدثت نتيجة تعاطي عقار اللي هو الترمدول إيه اللي يحصل لو ادي له في الحالة دي العلاج بتاع الصرع؟ معالجش الحالة الإيه؟ هو عالج العرض وليس المرض أحنا عايزين نعالج المرض لأ أنا أقصدين مش هيحصل مضاعفات حاجة خطيرة يعني أو كده لأ هو ما قولنا العرض إيه إن جاله تشنب لما ادي له علاج اللي هو زي الصرع لما ادي له العلاج هو عالج إيه؟ عالج العرض لكن هل عالج المرض؟ لا معالجش المرض فهنا دي اللقطة هلازم أهله يقولوله أو الدكتور يبتدي ياخد باله من حاجة زي كده أنا بشكرك يا دكتور حضرتك نورتنا النهاردة مرسي جدا إن شاء الله يبقى لينا فقرات تانية نتكلم مع دكتور أقولك بقى من خلال برنامجك أنا مستعد أخد خمس حالات مجانة من خلال برنامج بتاعكم بشرط إن يكون ما هلازم كلنا نساعد بشرط إن يكون الشخص فعلا 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 عايز يبقى عشان مدعش وقت عايز يبطل وعايز يتعالج لكن مش عارف يبطل إزاي ده الشخص المنفعش نسيبه لازم نساعده كلنا فأنا دي من خلال بنامجك دي والله يعني دي أحلى حاجة سمعتها النهاردة ويعني ربنا يجزيك كل خير ومرسيه جدا يا دكتور نورتنا